السلام عليكم مرحبا كيفكم اليوم راح نحكي ببرنامج عود الياسمين عن بعض المصلحات العقارية اللي في كتير تساول عنها كبداية من نبدأ في سكل ملكية تعريفه من ناحية العقارية هو الوسيقى الرسمية التي تثبت ملكية العقار يعني هي الحجة على وجود ملكية العقار في شي كمان تاني ممكن قول مسلا عن مساهمات العقارية فينا نشرح عن موضوع مساهمات العقارية بانه هي مساحة من الأرض الخام تطرح للاكتتاب العام على هيئة أسهم مشاعات تغطي كامل مساحة كامل مساحة للمساهمة حيث تم تطويرها وتوزيع على قطع صغيرة بمساحات مختلفة من ثم بيعها اللي الراغبين في تملك تلك القطع سواء كانوا من المساهمين أو العامة عن طريق المزاد العلني أو عن طريق تحديث سعر مسبق للمتر مربع طبعا في شي اسمه الأسهم العقارية فينا نشرح عن موضوع الأسهم العقارية وهو نحكي فيها أنه طبعا هي عبارة عن وسيقنا لمساحة محدد من الأرض المساهمة العقارية معينة لتقاس من متر مربع ويتم تمليكها المساهمين من قبل المصدر أو المالك الرئيسي المساهمة هون في نحكي برسلنا شوي على موضوع المصدر أو تعريفه أو مين هو المصدر هو المالك الرئيسي للمساهمة والمعلن عن رغبته في إصدار وسائل تملك للمنطقة المراد تملكها أو بيعها أو المساهمة فيها وفي نحكي كمان موضوع تابع موضوعنا في إننا سهم المشاعة شو هو سهم المشاعة هو مساحة من الأرض المساهمة العقارية غير معلومة بما في ذلك المساحات المختطعة أو المختطعة للخدمات العامة طبعا في كتير تساؤلات إنه شو هو اللي بينعرض موضوع المزاد العنى ليش منطر المزاد العنى وشو المزاد العنى هو عرض أصل العين للعقار كتملك العقار وعرض تملك العقار لي تملك شخص آخر بأسباب متعددة ممكن يكون مثلا قرض أو رهن أو كذا فبينعرض لها عدد من نفسين في كل مكان وزمان محددين بيكونوا بغرض الحصول على أفضل سعر الأفراغ أو الفراغ بيسموه بالعامية هو نأملكية العقار من طرف إلى آخر لدى جهة الإقصاص نحن يمونهم مثلا جهة المصائح العقارية بيتمبي خلالها أو الطابب بالعامية أو في أحيان بيكون مثلا بيحكم محكمة أو بالتنازل عنها بمهجب دعوة قائمة موسيقى